موسيقى 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 السلام عليكم بعد أن رأينا في الفيديو السابق طريقة اختيار الويندوز المناسب لحاسوبي الآن سوف نقوم بتثبيت أو حرق أو عمل أنستال لنسخة الويندوز التي سوف أقوم بتثبيتها لتحميلها أولا سوف أترك لكم الطريقة في آخر الفيديو الآن لدي نسخة الويندوز هنا في هذا الملف هنا بالطبط سوف أقوم بعمل كليك تروى وبخبخية لأرى هي شكلها على شكل إيزو أي على شكل صورة للويندوز سوف أغلق الملف أنا الآن أحتاج إلى برنامج ليقوم بحرق هذه النسخة في الفلاشة الخاصة أو تثبيتها سوف أذهب إلى الانترنت سوف أترك لكم رابط هذا الموقع وهو برنامج غوفيز أقوم بتحميله من هنا غوفيز بورطار من هنا بالضبط غوفيز بورطار يحمل معي البرنامج بسرعة فهو لا يتعدى 1.1 ميجا أوكتي أقوم بعمل تشغيل للبرنامج بالنسبة لهذه النافذة هنا أختار صورة الويندوز التي سوف أقوم بتثبيتها في الفلاشة أو الكلي USB الخاصة أذهب إلى سطح المكتب لأن الملف يوجد لدي في سطح المكتب أدخل إلى هذا الملف الذي هو هذا بالضبط أدخل من هنا ثم أجد نسخة الإيزو لاحظوا إيماج إيزو متوفرة لدي هنا أضغط على أفغير ثم أقوم بعمل دمار دماري للعملية سوف تظهر معي هذه الرسالة التي تقول بأنه سوف يتم مسح جميع المغطيات الموجودة في الفلاشة USB الخاصة بك بالنسبة لفلاشة USB يجب أن يبتداء من الأربعة جيجا فما فوق بالنسبة لسعة تحميل هذه المعلومات ثم أضغط على أوكي وهنا يبدأ معي عملية الحرق وتثبيت الويندوز إذن نحن الآن في المراحل الأخيرة لتثبيت صورة الويندوز لاحظوا هنا غي أي أن الفلاشة USB الخاصة بنا هي جاهزة الآن سوف نتأكد سوف نذهب إلى هنا إلى مكان الفلاشة USB فنجد بأنها قد انتلأت بتقريبا ما يعادل 2.80 جيجا أوكتي من المعطيات سوف ندخل إليها ثم نجد هنا مكان الذي يتم البدء بتثبيت أو البحث عن الويندوز منه إذن الفلاشة USB الخاصة بنا هي جاهزة الآن بالنسبة لطريقة الثانية وهي طريقة تثبيت نسخة الويندوز ISO في القرص الصلب يعني ليس في الفلاشة USB فسوف تقومون بتحميل برنامج خفيف جدا وهو سوف تذهبون إلى رابط التحميل من هنا سوف أتركه لكم في التعليق ثم تقومون بعمل تحميل وتثبيت البرنامج فهو سهل التثبيت تقومون بتتبع المراحل فقط إذن سوف تقومون بتشغيل البرنامج ثم تذهبون إلى Grave in image ISO الاختيار الرابع بالطبط أوكي تضغطون على أوكي هنا يتم اختيار والذهب إلى نسخة الإيزو التي نريد حرقها في القرص الصلب نذهب إلى المكتب فنجد هنا نسخة الإيزو من هنا نضغط على أفغير لاحظوا فشي إيزو أفغير ثم هنا يكون لدينا القرص الصلب مدرج أو في مكانه في الحاسوب الخاص بنا فقط القرص الصلب عليه أن يتعدى سعة الأربعة جيجا أوكتين أي نوع DVD وليس CD ثم تقومون هنا ب Grave وتتركونه إلى أن يتم إلى أن ينتهي من مراحل حرق وتثبيت الويندوز ثم بعد ذلك يمكنكم استعمال ذلك القرص كأداة لتثبيت وعمل انستان للويندوز في الحاسوب الخاص بكم الشطرة الثالث في الفيديو لتحميل برنامج الويندوز إكس بي السبعة أو العشرة نسخة الإيزو أي نسخة صورة الويندوز يمكنكم الذهاب إما إلى جوجل وكتابة ويندوز إكس بي ثم تضيفون في جانبها إيزو ثم تقومون بتصفح هذه النتائج إلى أن تصلوا إلى رابط تحميل البرنامج مباشرة أو يمكنكم الذهاب إلى هذا الرابط هنا سوف أتركه في الوصف يحتوي على جميع إصدارات الويندوز سبعة بالنسبة للويندوز العشرة يمكنهم تحميله من الموقع الرسمي الخاص بالويندوز أو كتابة هنا ويندوز دونالد ويندوز عشرة إكس بي دونالد إيزو ثم تتصفحون النتائج ثم تقومون بتحميل من رابط من هذه الروابط إذن في الفيديو السابق رأينا كيفية الويندوز المناسب للحاسوب الخاص بنا فقررنا إما تحميل ويندوز 10 بال32 بايت أو ويندوز 10 بال64 بايت أو الويندوز 700 بال32 بايت أو الويندوز 7 بال64 بايت وفي هذا الفيديو رأينا كيفية حرق وعمل انستال وتثبيت نسخة الويندوز ايزو في الفلاش اسب وكذلك في الديفيدي وكآخر مرحلة رأينا كيفية تحميل نسخة اليزو للويندوز السبعة والويندوز عشرة في الفيديو القادم سوف نقوم بعملية تثبيت للويندوز مباشرة بتصوير شاشة الحاسوب وسوف تقومون بتتبع المراحل معي من البداية الى النهاية